السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة طقس بيئة المغرب فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر تطورات حالة طقس بيئة المغرب اتداء من زوال اليوم وكذلك الأيام القادمة بحول الله فهناك منخفض جو أطلسي سيدخلوا إلى المملكة في الأيام القادمة فإخواني أعزائي ضروري تشاهدون الفيديو الأخير لتعرفوا علمات تحدد لأن بعض الإخوان يتهمونني بالكذب وأنا أقول ما آراه فقط أنا أوصل المعلومة كما هي من النماذج العالمية فألمرجو التفضل المشاتر فيديو الأخير لكي تعرفوا المدر المعنية فالتوقعات البعيدة هي التي تشير لدخول أمطار مهمة إن شاء الله سرعان ما تقترب إن شاء الله سوف نقدم لكم كذلك المدر المعنية بالتفصيل فأولا أخي أختي إذا كنت تشاهدوا القناة لأول مرة فبغيت رب يستعليك اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديواتنا ونشراتنا بإذن الله ولا تنسوا دعم المقطع باللايك وشكرا لكم وسبقا بالنسبة لفترة بعد الزوال ان شاء الله اليوم ان شاء الله ستكون أجواء مستقرة إلى قليل السحب بنسبة ليوم الجمعة بإذن الله كذلك يتوقع أن تكون كذلك أجواء مستقرة إن شاء الله ما تقدم من خفض جو أطاسي سيؤدي إلى أنطار عاصفية وقوية على المملكة وباليوم السبت كذلك فيتوقع أن تكون أجواء مستقرة الى قيلة صعوب مع تقدم منخفض جو سيؤدي الى امطار عاصفية وقوية على المملكة ان شاء الله ابتداء من الايام قادمة اليوم الاحد ان شاء الله فستكون بعد زخط المطارية اقصى شمال مملكة باذن الله ولكن تبقى نسبيا ضعيف ومتفرقة العرائش وطنجا باذن الله بالنسبة اليوم واحد نوانبير باذن الله فيتوقع ان تكون بعد زخط المطارية على العرائش كذلك باذن الله لكن تبقى نسبيا امطار ضعيفة ومتفرقة وعلى باب بردوس سليمان والريباط بالنسبة اليوم الثلاثة ان شاء الله فيتوقع بدن اليوم الاربعاء دخول امطار عاصفية وقوي جدا على عدة مدن من الملكة والمدن المعنية فهي وجده وبركان والناظر والدريوش والحسيمة والساكة والاكنول والساقن والشفشاون وتطوان واصيلة والطنجا والعرائش وقدارك اه للا بمونسد على التازي امطار عاصفية وقوية قرية ابو محمد وتونات وتزا وتالا وفاس والخميسات مكناس الريباط سالة بن سليمان داربدة الروماني القارة برشيد ستات اولاد الفرش الجديدة الولدية سيدي بنور آسفي اليوسوفية وبعض الزخاط المطارية على خميس اولاد الحاج بالنسبة كذلك مع مرور ساعة ان شاء الله بفترة الليلية بإذن الله فيتوقع استمرار دير امطار العاصفية والقوية على عدة مناطق من الملكة وسرعا ما استصل الى الجهاز الشرقية والمدن المعنية فهي وجده وبركان والدريوش وتوريت وكذلك قرسيف وتازة وتالا وتونات ويساقن والحسيم والناظر والدريوش وكذلك يشفشون بإذن الله وقارة شبه ومحمد سليمان فاس مكناس والخميسات وكذلك والمس وإفران أمطار نسبيا قوية على إفران وخنيفرة وزخات مطري حاضر عزوة شيخو ابن ملال واتزم وخريبقا والبروش ستاتش والقارة وبرشيد داربدة بن سليمان ستات وكذلك الرباط والسلوة وكذلك بعد زخات المطري على اليوسوفية أقدر بوحشيبه وأزيله وقالع السرغنة وبنقري الأمطار نسبيا ضعيفة ومتفرقة على إيمان تانوت وأيد داود والسويرة أما بالنسبة لكذلك الأقالم الجنوبية الملاكزة تكون بعد زخات المطرية على تيزنيت وقلميم وطنطن وطرفاية بحول الله بالنسبة لباقية الماتخ أخر فستكون أشغل نسبيا مستقرة إلى قارة سحب أما بالنسبة كذلك اليوم الأربع إن شاء الله فيتوقع استمراء بعد زخات المطرية فقر مرتفعة الأطلس الكبير والمتوسط لكن تبقى نسبيا ضعيفة ومتفرقة بحول الله على بن ملال وخنفرة وكيقوم راكش وكذلك تاليوين بالنسبة للفترة الليلية احتمنا تبقى بعد زخات العلاء الرشيدية بإذن الله وأبو عرفة وكذلك بوهنان وأرفود وتينغير وأقلميمة وكذلك أسول وبعد زخات المطرية كذلك على تينغير لكن تبقى نسبيا ضعيفة ومتفرقة بالنسبة لكذلك اليوم الجمعة بإذن الله فيتوقع أن تكون أجوة مستقرة إلى أقالية السحب أما بالنسبة لكذلك اليوم السبت إن شاء الله فيتوقع أن تكون مستقرة